مسار موازن لا يقدم حلاً حقيقياً للأزمة السياسية في البلاد واتفاق مرفوض لأنه لا يلبي تطلعات الشعب الليبي هكذا كان رد الفعل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد لدبيبة على الاتفاق الذي أعلن بين كل من رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بعد مباحثات جمعتهما في المملكة المغربية الاتفاق بين صالح والمشري يتضمن تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلقة بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة والسعي نحو توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وفق التفاهمات والآليات المتفق عليها بين المجلسين واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة اتفاق أثار حفيظة لدبيبة الذي طالب الرجلين بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكلة القانونية الذي يمنع إجراء الانتخابات مشيرا إلى أن الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولا وأن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات مؤكدا أن السلطة المنتخبة القادمة وحدها هي المخولة بتسمية شاغل المناصب السيادية وسريعا جاء رد المشري على لدبيبة مطالبا إياه بالكف عما وصفه ببيع الأوهام للشعب الليبي والقيام بمهام عمله الخدمي في توفير العلاج للمرضى والكتاب المدرسي للطلاب وترك المسار السياسي لأنه ليس من اختصاصه ولا من صلاحياته بحسب تغريدة للمشري على موقع تويتر وبحسب محللين فإن الأزمة في ليبيا تبدو أعمق من أن ينهيها اتفاق المشري وصالح لسيما أن اجتماعا لبحث سبل حلها سيعقد بعد أيام في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة مجموعة الاتصال الدولية المكونة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا بالإضافة إلى مصر وتركيا حيث من المتوقع أن يطرح مقترح بتشكيل حكومة انتقالية جديدة تستبعد كلا من عبد الحميد لدبيبة وفتح باشاغا في محاولة جديدة لحل الأزمة المتفاقمة في ليبيا